نروح للموضوع اللي مسيطر على الشارع الرياضي كله وهو بيان النادي الأهلي ثم بيان اتحاد الكورة المصري ناس كتيرة جداً اتكلمت على موقف النادي الأهلي وموقف اتحاد الكورة المصري وناس زي ما قلت لكم فاكرها حزبة خناءة أو حزبة مشكلة تحاد الكورة النهاردة طلع بيان عنوان البيان هو بيان هادئ عنوان البيان ان قابلنا تحديات كتيرة جداً مع النادي الأهلي ونادي الزمالك في موجلات وفي ظروف وفي مشاركات وظروف السلسنية ثم استقبال مصر كالسلوم الأفريقية استقبال مصر كالسلوم الأفريقية خلانا نقفل عدد كبير من الاستداد فعمل فترة توقف للدوري الممتاز واستقبال مصر كالسلوم الأفريقية هو تحدي كبير تحدي كبير بالاستدات اللي احنا ممكن نشوفها قدامنا بالاستدات والتطوير اللي حصل اللي بعد كده حيفيد الكرة المصريب بشكل كبير لان فيه واحد يطلع يقولك يا عم كنا نكمل الدور يعني كاسهم الأفريقية كاسهم الأفريقية دي هتاخد صناعة الكرة في حتة تانية خالص وساعات الناس بتقولك انت كل شوية يا بقى تقول لنا التطوير 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 طيب تعال اتفرج معي لتطوير الاستدات وبعد كده احكم وارجع لك تاني اتحاد الكرة النهاردة بنزل البيان وبيقول لان انا بعد استقبال كاس الهم الأفريقية اللي كان فيها تحدي كبير جدا كان عندي قرية تحديات كبيرة مع نادي الاهلي ونادي الزمالك في المشاركة في اكثر من بطولة ثم المؤجلات انا طلعت اما نادي الاهلي اصدر بيان وقلت نادي الاهلي محك في كل كلمة له حتى الناس يعني استغربت الناس تقولك ساعة كده الناس ايه بيدحكوني يعني يقولك هو انت يعني بتعلق كاعلامي وبتنسى ان انت وصحابك اعضاء مجلس دورة يعني لا انا ببنساش بس انا اعلامي دي نمرة واحد رقم واحد حط تحتها خمس خطوط وده الاساس بتاعي والحق هو اللي بقوله على الشاشة يطلع الحق ده للاتحاد على الاتحاد مش مهم بس ده اللي ده دايما متمسك به حاجة اظن ان هي لازم تسعد الناس لان في النهاية هي دي الحيادية ده رقم واحد رقم اثنين اما بقول للناس على مسافة واحدة بالجميع ساعة الناس ما بتصدقش فما الزمالك بيكون على حق منقوله على حق الاهلي بيكون على حق بيقوله على حق بس نمرة ثلاثة الناس قالت لك ايه قالت لك معنى ان انت بتأيد بيان النادي الاهلي او بتقول النادي الاهلي عنده حق معنى ده اختلاف صريح جدا 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 لاتحاد الكورة ان انت كسيف زاهر مختلف مع اتحاد الكورة او الكابتين احمد شبير لو طلع ايد الكلام ده يبقى مختلف تبقى انتوا في حتة ومجد عبد الثاني لو علا يبقى معاكو ضد المهندس هنا يا بريدة وتبقى هناك معرقة ويبقى هناك قر وفر وعملنا قصة وسيناريو وفيلم بداية ونهاية ما عداش على حد اصل طيب بعد ما قلت ان انتحاد الكورة عنده النادي الاهلي عنده حق وانتحاد الكورة لازم بكرة يرد على النادي الاهلي ايه اما عبقى عنده ردود منطقية ايه اما يسمع�ulk الجام النادي الاهلي النادي الاهلي محق في كلمة خلاف النادي الاهلي كان محك في كلمة لها مفيس يعني مفيس خلاف يعني لسه على فكرة متمسك براقي الناس رد اتحاد الكورة على النادي الأهلي انتصار واضح وصريح للكابتن محمود الخطيب وكيان النادي الأهلي ويعتبر رجوع الحق لأصحابه ماشي رائح وتعتبر هزيمة سارقة لاتحاد الكورة ماشي واتحاد الكورة في موقف ليحسد عليه ماشي بس هو ليه عشان انت وقفت قلت النادي الأهلي يتحدث عن نقط في غاية الأهمية النقط دي في ردود لها لازم ترد عليها ولازم تكون متحدر لها ردود الناس استغربت لأن الناس مش عايزاها هدية عايزاها اخناء عايزاها معركة عايزاها حريقة عايزا دايما تسمع هو مين اللي انتصر الكابتن محمود الخطيب ولا المهندس هان يا بوريدا مين فيه منتصر على مين الكابتن محمود الخطيب انتصر يبقى لازم هان يا بوريدا قدم استقالته هانيا بوريدة ماشى كلامه يبقى الخطيب يقدم استقالته طب مرتضى منصور فيه ما هي عمي بيسمعهم كلام مرتضى منصور ما هو ماشيين وراه اي حاجة في اي حاجة في حاجة تخص مصلحة البلد لا انسى مفيش حاجة في حاجة تخص مصلحة الكرة لا خالق ولا حاجة خالص النادي الاهلي وانا قلت الكلام ده اول مبارح النادي الاهلي طلب حاجات ما تقدرش تطبخها يعني ما تقدرش تقول له ايه انت عايز القد حوسحه لك القد الافريقي ما تقلقش كده كده حاجله عايز اربع اسامي لاربع عندية شاركه حزبطهم ما تقدرش ما تقدرش تطلع بقاني النهاردة ترد على اتحاد الكرة ترد على بقاني الاهلي مبارح غير وانت محضر وما تقدرش وانت عندك هانيا بوريدة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الدولي انك تقول ايه كلام فارغ ما تقدرش ما تقدرش وانت مصري ومصري مستقبلة كاسي الامم انك تقول انا هاجل القيد